الغني ونحن الفقراء هذه تسمى العبودية وكيف تكون كمال العبودية به بالافتقار إلى الله أن تقر أنك لن تنجح إلا بتوفيق الله لن تتزوج إلا بتوفيق الله لن ترزق الولد إلا بتوفيق الله لن تنجح في تجارتك إلا بتوفيق الله لن تنجح في دراستك إلا بتوفيق الله لن تحصل مالا ولا جاها ولا علما ولا سلطانا إلا بتوفيق الله عز وجل هذا يسمى الافتقار إلى الله وهو أعلى مراتب العبودية